الكل طبعا عايز يثبت نفسه في هذه المباراة لعبت الأهلي كل واحد فيهم نفسه حتى المصابين يعني إذا كان هناك مصابين في هذه المباراة الشناوي لما تيجي تتكلم معي أقولك المطش ده بالنسبة لي هو اللي كان دافع كبير لي أن أنا كنت ترجع لكن إن شاء الله اللي جايب أفضل وأفضل إن شاء الله مباراة تليق بالكبيرين الأهلي والزمالك في الرياض في المملكة العربية السعودية الكل ينتظر مباراة فنية على أعلى مستوى الأهلي بقيادة التعلب المكار الحقيقة مرسيل كولر اللي عايز يؤكد تفوقه مرة تانية في مواجهاته أمام نادي الزمالك ويواصل الهيمنة على البطولات الزمالك في ثوبه الجديد مع مدير فني جديد صفقات جديدة أعتقد أن الزمالك مستوى من الناحية الفنية ارتفع عن ما قبل جميز وجهة نظري اللعابة الزمالك ومدير فن النادي الزمالك عايزين يثبتوا أن هم كويسين فبالتالي ستبقى مباراة صعبة مباراة لن يستطيع أحد التكاهم بنتجته كل حاجة مهيئة أن تكون هذه المباراة مباراة تليق بالكبيرين مباراة ستجمع ما بين الفريقين الحقيقة إن شاء الله إن شاء الله نشوفها أنا نفسي أتفرج بقى بعيدا عن كل الـ 44 كاميرا والـ 80 مش عارف إيه والحاجات اللطيفة والحلوة والحكم اللي عامل كده والكلام الحلو ده اللي حاجب لكو حاجب لكو حاولت جبرنا الشباب كابتن ناصر برضو نطمن منه عن حكم المباراة بعيدا عن الحكم وبعيدا عن كذا وبعيدا عن كذا وبعيدا عن كذا أنا نفسي أشوف ماتش أهلي وزمالك كده حلوة في الملعب أمور فنية واحد يخش الجوة والتاني يطلع من بره الحاجات القديمة اللي احنا كنا بنعملها هجمة هنا وهجمة هنا في الأخير الأهلي يكسب إن شاء الله ولكن أنا أقصد إيه؟ إن المباراة تطلع حلوة مباراة تستمتع بأنت قابة تتفرج عليها ومهور نادي الزمالك العالم كله يتكلم عن هذه المباراة وعن ما يحدث في هذه المباراة وسائل الإعلام تتكلم عن القيمة الفنية اللي موجودة في النادي الأهلي خلينا أقول لحضراتكم حاجة النادي الأهلي الأفضل فنيا أيها النادي الأهلي الأفضل فنيا محدش يقدر يقول غير كده بالمناسبة يعني ولكن وأنا معلش هدخل نفسي في الجزء ده ولو بشكل بسيط مطشات الأهلي والزمالك صدقوني مطشات مختلفة مطشات مختلفة مطشات لها طابع خاص الأهلي الأفضل فنيا من الزمالك أنا بقولها بفم المليان نعم الأهلي الأفضل فنيا في كل المراكز في كل المراكز ولكن بما أني دايما أقول لحضراتكم حتى وإحنا بنلعب أي فريق لو بنلعب ميدياما لو بنلعب شباب بولوزداد لو بنلعب كل الفرق يعني جي أفريكنز مثلا كنت دايما أقول لحضراتكم إيه إن الملعب هو الأساس الملعب هو اللي بيغير كل حاجة صدقوني الملعب بيغير كل حاجة وفي نفس الوقت الدوافع الموجودة عند الأهلي إن شاء الله تكون أكبر من الدوافع الموجودة عند لعبة الزمالك لأنه مثل هذه المباريات مختلفة والله يا جماعة مثل هذه المباريات مختلفة محدش بيفكر إلا في إزاي أكسب سواء الزمالك اللي عايز يكسب الأهلي بأي طريقة خلي بالك يكسب الأهلي بأي طريقة فهتبقى مباراة صعبة المباراة خلاص ساعات قليلة جدا بتفصيلنا عنها فريق الزمالك وصل السعودية مبارح بكرة إن شاء الله تطير بعثة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة المباراة تقوم على واحد من الملعب المميزة الحقيقة على مجتوى العالم العربي وهو الأول بارك الحقيقة تحفى رياضية فنية كبيرة على الأراضي السعودية